الآن موسيقى 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 بسم الله ابو الابن وروح قدس الهين واحد امين اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من بنامجنا ساعة الهوى معنا وحكاية كل سلام حضراتكم طيبين احنا ده لقاءنا الاولاني صوم الرسل السنة دي وكعادتنا كده دم احنا في سوم اباءنا الرسل نحكي شوية عن اباءنا الرسل وناخد معنا من حياتهم النهاردة الحقيقة هنتكلم عن واحد من اباءنا الرسل تلاميذ ربنا يسوع المسيح الاثناشر الاولانيين واحد من الكنيسة اللي بتقول عليه هم من الثلاثة المعتبرين اعمدة او من اشهر تلاتة في تلاميذ ربنا يسوع المسيح ومن اوائل تلاميذ ربنا يسوع المسيح هنتقابل النهاردة مع قديس يحنى الحبيب حيات قديس يحنى الحبيب من قديسين اللي هم ألقاب كتيرة وفي كنيسة قديس يحنى الحبيب قديس يحنى الرائي قديس يحنى الإنجلي قديس يحنى البتول الكنيسة بتدي له ألقاب كتيرة والحيات مش شخصيات المميزة جدا وسط التلاميذ الاثناشر وزي ما قلت لحضراتكم كده من ثلاثة المميزين وسط التلاميذ مع بطرس ويعقوب لكن الحقيقة قد يكون اللي نعرفه أو اللي بنتكلم المرات بنتكلم فيه عن معلمنا يحنى تكون مرات قليلة مرات نادرة اللي بنسمع فيها كلمات عن القديس يحنى الحبيب رغم ان هو زي ما بقول كده يستاهل كتير مين يحنى الحبيب سؤال قد يكون بدائي وقد يكون سهل لكتير بس تعالوا نرجع كده مين يحنى الحبيب زي ما احنا عارفين هو ابن زبدي زبدي ده مين ده واحد من الصيادين لا من الصياد عادي ده عنده مركب صيد يعني من أثرياء الصيادين بس لما بنقوله من أثرياء الصيادين يعني برضه على قد حالهم إلى حد ما بس راجل مقتدر عنده مركب ويمكن أكثر من مركب ويشغله ولاده اتنين يعقوب ويحنى واللي اتنين بيشتغلوا معاه في مهنة الصيد متجوز من واحدة اسمها سلومة زبدي واحدة اسمها سلومة كانت من النساء اللي تابعوا المسيح ويقال انهم من ناس اللي هم قرابة جسدية بالست العضرة في بعض التقاليد او بعض الكتب او بعض القصص بيقول ان سلومة دي اخت الست العضرة والمؤكد انها واحدة من اللي تابعوا المسيح في الخدمة بتاعته كانوا عائلة متدينة ليهم علاقات بالهيكل وبرؤساء الكاهنة فنلاقي يوحنى الحبيب من الناس المعروفة في بيت رئيس الكاهنة مش بس كده ده هو أخوي عقوب لما سموا عن يوحنى المعمدان نحط تلميذه على ايضه وصاروا من تلاميذ يوحنى بعد فترة حصل النقلة وصار تلاميذ المسيح صارت تلاميذ لمسيح المخلص وهما من اوائل الناس اللي تابعوا المسيح بوترس ويعقوب يوحنى بوترس وأنراوس الاخوات ويعقوب ويوحنى الاخوات من اوائل الناس اللي تابعوا ربنا يسوع المسيح ونلاقي كده المسيح لما دعاهم يقول لنا كده انجيل متى تعبير جميل اوي يقول كده فللوقتي تبعاه وترك اباه هما زبدي ده على معلمنا يحنى ومعلمنا يعقوب اول ما المسيح دعاهم مش ورا المسيح سابوا المركب وسابوا الصيد ومش ورا المسيح حتى بهم زبدي سابوا فضلوا مع المسيح يعقوب يحنى او معلمنا يحنى اللي بنكلم عليه النهاردة فضلوا مع المسيح طوال التلات سنين ونصف الخدمة بتاعته تلاميذ مجدين مجتهدين للمسيح في التلات سنين ونصف طوال خدمة ربنا يسوع المسيح يحنى شارك المسيح لحظة بلحظة خطواته خدمته تعليمه معجزاته امثاله كان حاضر لكل احداث حياة ربنا يسوع المسيح مش بس حاضر لها لا ده كان قريب للمسيح قوي كان واحد من التلاميذ اللي خرجوا في إرسالية التلاميذ اللي نسمع عنه المسيح لما بعضهم للخدمة واحد من اللي راحوا خدمة وعملوا معجزات هو معلمنا يحنى الحبيب كان ليه لقب حطه نفسه وسط تلاميذ المسيح كده قال التلميذ الذي كان يسوع يحبه وهنا ده إشارة لمحبة يحنى الحبيب لربنا كانت قد ايه وهنرجع نتكلم عنها كمان شوي زي ما بقول لحضراتكم كده حضر مع المسيح ثلاث سنين ونص الخدمة كان مع جموع التلاميذ في كل المواقف اللي شافوا فيها المسيح بس هو كان مميز كان واحد من ثلاثة حضروا أحداث ما حضرهاش غيره هو ويعقوب وبوتروس بوتروس ويعقوب ويحنى حضروا أحداث مخصوصة حضروا ايه حضروا مثلا حدثة التجلي حضروا إقامة ابنة ييروس ليلة صليب المسيح صليب جاء الثماني تلاميذ وش مشيوا المسيح بعد كده التلات المميزين مشيوا مسافة أعمق مع المسيح جوه البستان فنلاقي كده أن يوحنى حضر حاجات مميزة وهو وبوتروس ده موقف ثنائبة راحوا أعدوا الفصح للتلاميذ في العلي ده حتة أعلى طيب ويوحنى انفرض بإيه انفرض بحاجة قال حقيقة انفرض بحاجات مع المسيح أشهر حاجة انفرض فيها مع الربنا يسوع المسيح ليه كل مكت حاجة مكتوبة وحاجة نستنتجها لنستنتجها أنه ليلة صليب المسيح في جاء الثماني كان قريب من المسيح أكتر من بوتروس ويعقوب أو يمكن كان صحصح عنهم لأنه كان صاحي وقدر يسجل لينا صلاة المسيح الوداعية اللي موجودة في يوحنى 17 لكن الأوضح أنه هو وبوتروس من ساعة الأبضع المسيح مش وراء الغاية بيت رئيس الكهنة يوحنى دخل بوتروس بيت رئيس الكهنة بوتروس قعد بره مع الخدم لكن يوحنى دخل جوه وحضر المحاكمات مش بس حضر المحاكمات ده مش وراء المسيح لكل مجد خطوة بخطوة لغاية الصليب مش بس لغاية الصليب ده حضر أحداث الصليب كلها ساعة بساعة لغاية ما المسيح مات بالجسد ونزلوا جسده الطاهر من على الصليب واتاخدوا تحط في القبر بتاع يوسف الرامي لما خدوا يوسف الرامي ونيكو ديموس الأحداث دي كلها شاهد عليها يوحنى الحبيب ومع أيامة المسيح نلاقي كده أن الخبر يوصل للتلاميذ أن المسيح قام من الموت حسب مطلب المسيح من المريمات بلغوا التلاميذ طيب بعد معرفتها يوحنى المسيح أم الموت طلع هو وبوترس جاري على القبر يوحنى كان أصغر سنا من بوترس بكتير وصل القبر قبل بوترس يمكن كان محبة يوحنى أكتر حماسه أكتر المهم أنه وصل القبر الأول لكن تأدبا ما دخلش القبر لغاية ما وصل معلمنا بوترس ودخلوا القبر شافوا شهادة إيامة ربنا يسوع المسيح الأكفان المترتبة والقبر الخالي من ربنا يسوع المسيح بعد كده يصل المسيح للتلاميذ كلهم ومن ضمنهم يوحنى في العلية يخبرهم بإيامة المسيح وظهورات المسيح بعد الإيامة يوحنى كان شريك في أغلب هذه الظهورات يحضر صعود ربنا يسوع المسيح بالجسد أو الصعود أيدي الصعود المسيح للسماء يحضره مع التلاميذ يرجع على قرشليم ينتظر موعد القاب ويحل عليه الروح القدس يخرج التلاميذ للخدمة لكن معلمنا يوحنى ما يخدمش أو ما يبتديش يطلع في رحلات تبشرية ليه؟ أصل الحقيقة أن يوم صليب المسيح المسيح بص للست العضرة كده وهو معلق على الصليب وقال لها كده وشاور على يحنى وقال لها هو ده ابنك وبص على يحنى وقال له هو ده أمك ويقول لنا الإنجيل كده على لسان معلمنا يحنى أنه من اللحظة دي معلمنا يحنى أخذ الست العضرة إلى خاصته يعني إيه إلى خاصته خدها إلى بيته وباقت مسؤولية يحنى الست العضرة وباقت الست العضرة مقيمة عند يحنى الحبيب فأبان الرسل خرجوا للكرازة في المسكونة كلها وفتنوا المسكونة يحنى الحقيقة قاعد مع الست العضرة يخدم الست العضرة ويرعى الست العضرة حسب طلب ربنا يسوع المسيح هل معنى كده أنه ما شاركش في أي أحداث؟ لا نلاقي أنه في فترة إقامة الست العضرة عنده في البيت يحكي لنا كده سفر الأعمال ومن أول سفر الأعمال يعني في صحاح ثلاثة مثلا يحكي لنا أنه شارك معلمنا بوتروس في المعاجزة بتاعة إقامة المقعد بتاعة صحاح ثلاثة وفي صحاح أربعة بسبب المعاجزة دي هو بوتروس يتسجنه يتعرض للطهاض واللسجن ويحكي لنا برضه في صفر الأعمال أنه تقبض على التلاميذ كلهم ضمنهم معلمنا يحنى وأنهم اتجلدوا وتهزقوا وخرجوا فراحين وحسبوا مستهلين أن يهانوا لأجل اسمه مش بس كده نلاقي في صحاح ثمانية في لوبوس المبشر يروح السامرة ويبشر السامرة بالمسيح وعمتهم ومحتاج حد يجي يحط عليهم الأيدي عشان يحل عليهم الروح القدس فيبعت للتلاميذ فيطلع بوتروس ويحنى في رحلة للسامرة يصلوا لبطوع أهل السامرة ويضع عليهم الأيدي حل عليهم الروح القدس فنفهم من كده أن معلمنا يحنى كان ليه دور إيجابي حتى في وجود الست العذرة ما عنده في البيت أعمل بعض الخدمات وكان بيشترك مع معلمنا بوتروس في حاجات كتيرة كانوا صحاب كده بينه بصداقة روحية حلوة تخليهم يتحركوا مع بعض ويعملوا خدمات حلوة مع بعض ده كمان كان حاضر مجمع أرشاليم اللي موجود فيه إصحاح خمستاشر من سفر الأعمال بعد ما الست العذرة راحت السماء ابتدى معلمنا يحنى ينطلق من أرشاليم يخرج من أرشاليم ويبتدئ الكرازة بتاعته في المنطقة بتاعة أسيا الصغرى تركيا تقريباً دلوقتي وكان المركز بتاعه مدينة أفاسوس والكنيس السبعة اللي بعط لها رسائل فيه سفر الرؤية دي كانت الكنيس اللي هو مسؤول عنها أو اللي بيقدمها معلمنا يحنى الحبيب في الفترة دي خدم خدوة مع حلوة قوي معلمنا يحنى الحبيب في الفترة دي خدم كناس أسيا الصغرى من بعد معلمنا بولس الرسول احنا عارفين أول واحد خدم في المنطقة دي كان بولس الرسول وجه يحنى كمل الخدمة واستمرت الخدمة نشيطة وقوية جداً في المنطقة دي على سنة سبعين ميلادي كان أغلب أباءنا الرسل استشهدوا وراحوا السماء مفضلش غير معلمنا يحنى الحبيب يحنى الحبيب كمل الخدمة بتاعته منتهى النشاط منتهى الحماس رغم غياب أباءنا الرسل وبقى عنده تلميذ بقى عنده تلميذ نسمع عنهم في القرن الأول ميلادي وقرن التاني الميلادي زي بولي كاربوس وأغناطيوس من الأباء الرسوليين تلميذ معلمنا يحنى الحبيب خدم خدمة رائعة في أسيا الصغرى وربنا سمح أن العمر يمتد به لغاية ما جهه إمبراطور روماني قاسي اسمه دومتيان دومتيان دوت قرر قرار قرروا أباطرة قبلي واحد زي نيرون أو ترجان قالوا إحنا نقضي على المسيحيين فجهة دومتيان ده بنفس الفكرة نقضي على المسيحيين قالوا له قبلك حاوله ما نفعوش قال لا أنا هنجح المراتي ابتدى يطهد المسيحيين اضطهاد عنيف جدا وكالعادة ابتدى يدور على كبار المسيحيين عشان يطهدهم فسأل مين كبير المسيحيين أو مين من المسيحيين اللي موجود دلوقتي فشوروله على معلمنا يحنى الحبيب قالوا له ده كبير المسيحيين ده أبوهم كلهم ده اللي باقي من أيام السيد المسيح لكل مجد ده أكبرهم سنا وأكبرهم مقاما وده القائد بتاعهم أو الكبير بتاعهم اللي موجود دلوقتي فجهة الإمبراطور دوماتيان مد إيده بالإساءة والاضطهاد لمعلمنا يحنى الحبيب أمل فيه إيه تدى اضطهاده ونغص عليه عشته ويحبسه والأشياء المعتادة وأمر بأمر محدد جدا هننهي حياة يحنى الحبيب هتعمل فيه إيه قال هننضيقه عذاب شديد إيه العذاب اللي هتدوأهوله ده قال هجيبه برميل زيت تغلو الزيت اللي موجود في البرميل دوت وانسقط فيه يحنى الحبيب بشويش عشان يتحرق بالكامل فعلا نزله يحنى الحبيب وكان كبير في السن في الوقت دوت الكلام اللي بقوله حضراتكم دوت كان حوالي 95 ميلادي 95 ميلادي وكان يحنى الحبيب راجل شيخ كبير في السن في الوقت دوت فحطوا يحنى الحبيب فيه زيت مغلي ونزلوه فيه لكن ربنا حسب وعده اللي قالوا ليحنى الحبيب انه مش هيموت باكليل الاستشهاد فعلا نزل في برميل الزيت طلع سليم جدا الامبراطور دوماتيان شاف كده الجنن حاس ان ده ساحر قدامه وغاز منه جدا فأمر بنافيه لا أصعب جزيرة مولوده ده في المملكة في الوقت دوت جزيرة ديت هي جزيرة بطمس اللي رحى معلمنا يحنى الحبيب اتنافى معلمنا يحنى الحبيب لجزيرة بطمس قعد فيها فترة من الزمن يقال انها في حدود السنة سنة ونص على السنتين مش محدد دي قعد هناك بس قعد مدة طويلة في هذا المنفى في الجزيرة القاسية اللي اسمها جزيرة بطمس رح هناك وزي ما حضراتكم عارفين ربنا سمح له ان السماء تتفتح ويسجل لينا سفر الرؤية اروى سفر نبوي او اخر سفر نبوي موجود في الكتاب المقدس سفر الرؤية اللي بيشوقنا للتوبة وبيشوقنا للسماء وبيعزي الناس اللي هما في الضيقة سجل لينا معلمنا يحنى سفر الرؤية من جزيرة بطمس وبعد كده الامبراطور دوماتيان مات والامبراطور اللي جيه بعده طلع قرار بعودة كل المنفيين الى بلادهم وفعلا على حوالي سنة 96 ميلادي رجع مرة تانية القديس يوحن الحبيب الى اسيا الصغرى زي ما بقول لحضراتكم كده كان شيخ عجوز قرب في التسعينات من العمر في الوقت دوت تقريبا رجع مرة تانية على اسيا الصغرى راجل شيخ عجوز هو رمز المسيحية يقوله كده كان عنده اصرار شديد جدا على الخدمة لدرجة ان هما كانوا يودوك كنيسة ميتشيل على محافة كده على كرسي او على ملايا شايلين واربعة ويودوك كنيسة ويوعد في الكنيسة صلي بهم القداس ويوعظهم وكان لما يوعظ يقول لهم قال لكم وعظة جديدة قالوا له هتقول لنا ايه وعظة جديدة يقول لهم حبوا بعضكم بعضا كل مرة يقول لهم كده لدرجة الناس قالوا له مش هتقول لنا كلام جديد كلام جديد قال لهم قيمة المسيحية واغلى حاجة في المسيحية هي المحبة ده كان يحنى الحبيب طبيعي ان ده يبقى كلامه لانه ده محبة ربنا فيوصل الرسالة لمتهى القوة كل اسبوع انا عايز حضارك تخيله كده شيخ عجوز كل اسبوع مدخلينه الكنيسة عشان يوصي الناس وصية جديدة ووصية مهمة اقولها لكم حبوا بعضكم بعضا فعلا دي كانت كلماته المشهورة وكانت كلمات الحقيقة معاشة لانه كان قلبه يحمل زي ما نشوف بعد كده الحب للكل على قد ما حبته للكل على قد ما كان ما يحبش الهراطقة والتعليم الغلط كان يحذر ولاده من الهراطقة وانلاقيه حتى في كتاباته في رسائله تحذيره من الهراطقة ومن ناس المبتدعة لدرجة ان يحكوا انه في مرة من المرات دخل حمام عام شايلينه وكده دخلوه حمام عام فعرف ان فيه واحد من الهراطقة الغنوسيين موجود في الحمام دو فسرخ وقال طلعوني من هذا المكان السقف بتاعه هيقع لنبيه هرطوقي وص اولاده ان ياخدوا بالهم من التعليم الصح وبيعادوا عن الهراطقة فاخر ايامه طلعت بضعة او فكرة ابتدت تنتشر كده تقول المسيح مش هو ربنا فأولاده طلبوا منه انه هو يرد عليهم وانه يسجلهم الاحداث اللي شافها مع المسيح ففعلا فأواخر ايامه يكتب لنا انجيل يوحنة الحبيب الانجيل الرابع من الانجيل الاربعة ويقول لنا دي كتبت لتؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله عشان نؤمن المسيح هو ربنا وكتب انجيله العميق والجميل جدا انجيل معلمنا يوحنة وتقريبا على سنة مية ميلادي فارق الارض الى السماء عشان يكمل رحلته في السماء في احضان المسيح او على صدر المسيح زي ما تعود انه هو يتكئ وتعود انه هو يعد ده ملخص سريع عن حياة معلمنا يوحنة الحقيقة يوحنة الحبيب حياته فيها اسرار وفيها مواقف هو ما حكاهش ما نعرفش عنها حاجة هي مواقفه مع المسيح لكل مجد لكن خليني اقول لكم كده ان حياة يوحنة بدايتها او مفتاحها او عظمة يوحنة في التعبير اللي اطلقه على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه ونسأل يوحنة كده التلميذ الذي كان يسوع يحبه انت كتبت على نفسك كده لإيه يقول لين الحقيقة انا كتبت على نفسي كده لان ربنا بيحب كل ولاده وانا واحد من ولاده اللي بيحبهم وخليني اقولها لكم كده على انسان يوحنة هو ما يقولهاش لانه في منتهى الاتضاع لكن الحقيقة كان القوي في يوحنة هو محبته هو الربنا حب ربنا جدا من كل قلبه حب ربنا محبة عميقة حب ربنا محبة شديدة فقال على نفسه كده التلميذ الذي كان يسوع يحبه ليه قلت كده يوحنة عشان ما ينسبش لنفسه فضل انه هو اللي بيحب ربنا لكن يقول يا ده انا اللي اتمتعت بمحبة ربنا ده انا اللي اتمتعت بأحضان ربنا وهنا اقول لحضراتكم كده على قد ما انا وانتو بنخش في علاقة في محبة ربنا على قد ما بنحس بمحبة ربنا لنا حبة ربنا متاحة لنا كلنا وربنا بيحب كل ولاده محبة ربنا عميقة جدا ويوحنة نفسه شاهد على لسان المسيح وقال هكذا احب الله العالم ربنا احب العالم كله محبته دي وصلت ليه حتى انه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابادية ده يوحنة الحبيب قالها في انجيل وفي الاسحاح الثالث آية 16 لكن يوحنة استمتع بيها لانه هو حب ربنا قوي حب ربنا جدا وهذه المحبة خلته يشعر بقيمة وبقوة محبة ربنا ليه فعايز تحس بمحبة ربنا ليك بتدي تصاحب على ربنا زي يوحنة يوحنة كان يعود مع ربنا كتير كان يتكي على صدر المسيح على صدر المسيح ماذا سمع يوحنة ماذا رأى سجل لنا الأوليل واحتفظ بالنفسه بكتير بس الخلاصة اللي طلع بيها أن التلميذ الذي كان يسوع يحبه اكتشف اكتشاف عظيم جدا أنه هو محبوب جدا عند ربنا وأن ربنا بيحبنا جدا اكتشفت الاكتشاف ده ازاي يوحنة قال لما أنا حبيت ربنا وقربت من ربنا ونمت على صد ربنا عشان كده يمكن يكون ده الدرس أو المفتاح الأول في حياة يوحنة أنه كان يحب يسوع جدا كان يحب ربنا جدا وعلى قد ما هنحب ربنا على قد ما هنكتشف قد إيه ربنا بيحبنا تاني على قد ما نحب ربنا على قد ما نكتشف قد إيه ربنا بيحبنا على قد ما ندي ربنا وقت على قد ما نكتشف جمال وحلاوة ربنا حاجة كمان من الحاجات المميزة في يوحنى انه كان مختبر هذا الحب اقول لحضراتكم كده لو فتحنا مع بعض لو فتحنا مع بعض رسالة معلمنا يوحنى الحبيب الاولى والاية الاولى من اول اية يبتدي رسالته كده وعلى فكرة دي اول حاجة كتبها معلمنا يوحنى في العهد الجديد يقول كده على المسيح الذي كان من البدء كويس الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته ايدينا عايز سلنا ايه يوحنى عايز يقول لربنا ده اللي من البدء ده انا عملت ايه انا سمعته بوداني انا كل كلمة الها تحفر الجوة وداني سجلتاه انا اتمتعت ان انا سمعت كلام ربنا مش بس سمعته انا رأيناه بعيوننا انا شفته شفته وهو بيعمل معجزة الخمس خبزات وسمكتين شفته وهو بيقوم من الاموات سواء لعازر ولا ابنة ييروس ولا ابن ارمال اتنين شفته هم هما بيقوموا من الاموات انا شفته وهو بهد البحر انا شفته وهو بينتهر الشياطين شفته في كل امر من امور حياتي شاهدناه بعيوننا الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه يعني ايه شاهدناه يعني كنت قف من بعيد كده اتفرج علي ايه ارأبه اتعلم منه اتعلم منه لانه قال كده السيد المسيح اللي قال كده تعلموا مني لاني وديع ومتوضع القلب انا شاهدت المسيح في ودعته شاهدت المسيح هو بيتعامل مع المرأة اللي امسكت في ذات الفعل شاهدت المسيح وهو بيتعامل مع الاغنياء شاهدت المسيح وهو بيخش الهيكل شاهدت المسيح مع كل فئات الناس فتعلمت ازاي اعيش زي المسيح اخر حاجة اقولها كده معلمنا يوحنى عن المسيح الذي لمسته ايدينا يعني المسيح ده حقيقة انا اختبرتها لمستها باديا يعني ايه لمستها باديا يعني واقع ملموس في حياتي مش قصة بسمع عنها لا ده انا اتعملت مع المسيح لدرجة انه لمسته ايدينا ويمكن يجي سؤال في بالنا طب ده يوحنى قال كده انا سمعته رأيته بعيني شاهدناه لمسته ايدينا طب وانا حقق ده ازاي حقيقة اقول لحضراتكو ده نحققه بالمنطقة البساطة كده نقول احنا سمعنا المسيح زي يوحنى لان كل مرة بنسمع فيها الانجيل او بنقرأ فيها الانجيل احنا بنسمع صوت المسيح المحي اعمال المسيح شوفها بعيننا خلي عينك مفتاحة وانت تقدر تشوف اعمال المسيح في الطبيعة تقدر تشوف اعمال المسيح في كل مكان شاهدناه شاهد معاملات ربنا معاك ومع البشر مش اعماله بس لا معاملاته معاملاته خاصة معاك انت وهقول على معاملة واحدة ناخد بلنا منها شاهد معاملة اسمها معاملة السدر احنا كل يوم في صلاة الشكر نوقف قدام ربنا ونقول له نشكرك لانك سطر تنا شافها يوحنة ومعاملاته مع المرأة اللي مسكت في ذات الفعل وانا وحضراتكم بنشوفها في كل يوم في صلاة ربنا علينا وازاي انه بيستر على اعمالنا لمسته ايدينا ازاي نتلامس مع المسيح اقول لحضراتكم حكتين نتلامس بيهم مع المسيح اعمل الرحمة خلينا نسمع من المسيح كل ما فعلتمه باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي قد فعلتم حياة دي نمرة اتنين في التلامس نمرة واحد من خلال الافخارستية ربنا يرجع لينا كنيسة والمسبح بسلام تاني بسأول لكم من اجمل الملمسات مع المسيح من الافخارستي جوه سيل الافخارستي اقول ده انا زي يوحن كده تلمست مع المسيح لان المسيح وعدني كده من يأكل جسدي واشرب دمي يذبط فيه وانا فيه رحلة سريعة مع معلمنا يوحن كده من حياته استأذن حضركم نخرج فاصل قصير ونرجع مرة تانية نكمل كده مواقف ودروس من حياة يوحن الحبيب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين موسيقى 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 بسم الله بسم الله والابن والرح قدس الهن واحد أمين أهلا بحضراتكم مرة تانية وبرنامجنا سعى لهوى معنا واحكاية واحكاية عن يوحن الحبيب وقلنا ملخص لحياة يوحن الحبيب كده سريع وقلنا سرين في يوحن هم سبب قوته السر الأولاني التلميذة الذي كان يسوع يحبه السر التاني الذي رأيناه الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا سره هو عشرته مع ربنا وحبه ربنا ونتيجة هذا الحب ونتيجة هذه المعاملة مع ربنا أقول لحضراتكم كده خصل شوية تغييرات في يوحن أو يوحن استفاد منها استفادة حلوة أول استفادة خصلت في حياة يوحن نتيجة عشرته الحلوة مع ربنا ونتيجة محبته الشديدة ربنا هو التغيير يعني أيه التغيير أقول لحضراتكم كده في بدايات يوحن مع المسيح لكل مجد نلاقي موقف عجيب جدا مسيح لكل مجد معدي عند السامرة وبعد التلميذ يجهزوا أنه يعدي على السامرة أو يخش السامرة أهل السامرة رفضوا المسيح ورفضهم كان عنيفا جدا لربنا يسوع المسيح لكل مجد وبعد كده المسيح اتطرد من السامرة وأهين من أهل السامرة طيب إيه اللي هيحصل هيحصل أن يحن وأخوي عقوب جملة المسيح كده قالوا له رب عجبك اللي حصل ده كرميتهم وجعتهم قوي كرميتهم وجعتهم قوي إزاي نهان وإزاي نطرد وإزاي عملوا فيك كده رب كرميتهم زي ما بقول لحضراتكم كده نقحت عليهم قوي قالوا له قال لهم عايزين إيه يعني قالوا له بص تنزي النار من السامرة تحرق السامرة دي كلها تنزي النار من السماء أسف تحرق السامرة كلها يعرفوا مجدك وسلطانك وقواتك هنا انتهارهم المسيح وقال لهم لستم من أي روح تعلمان من أي روح أنتما إيه ده أنتوا مش عارفين أنتوا إيه وهنا دعاهم المسيح بتعبير بوانارجس بوانارجس يعني ابناء الرعب لهم أنتوا ناشفين قوي جمدين قوي يحنى الحقيقة كل اللي نعرف عنه بعد كده أنه صار رقيقا صار قلبه مفتوح إزاي دي حصلت أقول لكم حاجة تسبب كده الأول إن حكيتها لخضراتكم في النقص الأولين بس ننجحها بسرعة كده في أعمال 8 في لوبوس المباشر راح السامرة نداهم وقال لهم تعالوا جماعة أمنوا بالمسيح أمنوا بالمسيح عمتهم بقى إن الروح قدس يحل عليهم بعت لقرشاليم جه بسرعة جدا بطرس ويحنى وضعوا الأياد على بتوع السامرة وفرحوا جدا جدا بإيمان أهل السامرة إيه محنى لغيرك إيه محنى لغيرك أنت مش كنت عايز نار تيجي تحرق بتوع السامرة مش كنت متغاز منهم متضايق منهم إيه اللي غيرك كده قال أصلنا تغيرت من القلب المقفول إلى القلب المفتوح تغيرت من ابن الرعد إلى الحبيب تغير ده يحصل إزاي أقول لحضراتكم التغير ده حصل لما قال كده عن المسيح الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا لما دخل في عشرة حب مع ربنا أقول لحضراتكم كده أن عشرة الحب عشرة الحب مع ربنا تغير عشرة الحب مع ربنا تغير وأقول لكم كده تعالوا نخرج بدرسين مهمين قوي درس الأولاني درس الأولاني عشرة ربنا تغير تمت يلا نتصحب على ربنا كل اللي تصحبوا على ربنا على فكرة تغيروا كل اللي تصحبوا على ربنا تغيروا للأفضل يعني أفكر حضراتكم من جوة سفر الأعمال برضو بوحل اسمه شاول الترسوسي البدي وحجر ومضطهد المسيحيين ويموته اسطفانوس ويسيبوا لبسهم اللي بيرجموا اسطفانوس يسيبوا رجلهم عند الشاب اللي اسمه شاول ويجري ياخد جوابات منه أساق كهن عشان يموت المسيحيين اللي في دمشق فرحان بيها قوي إيه دا شاول قلبك ديق قوي كده ليه قلبك قاسي كده ليه وتحصل نقطة تحول في أعمال تسعة ويتقابل شاول مع المسيح ويخرج شاول من هذا اللقاء على خلوة العربية ويخرج إنسان جديد قلبه ملتهب لخلاص كل الناس يقول بقى أنا نفسي كل اليهود يبوا مسيحيين زيه إن شاء الله لو أنا هاخصل المسيحية بس هم يبوا مسيحيين طبعا بيقولها من وراء قلبه بس عايزي قلبه بقى واكله قلبه بقى واكله على الناس كله بعد ما كان قلبه حجر عايزي موت الناس إيه اللي حصل دي عشرة المسيح لقاء المسيح وجود المسيح في حياتي يغير مش بس يغير قلبه الحجر ده يغير مثلا واحد زي زكا كل قلبه وكل همه في الفلوس يتقابل مع المسيح ده لقاءه مع المسيح ده ما خدش خمس دقائق ويخرج زكا يقول ها أنا أعطي نصف أموال المساكين يا راجل ده أنت أيها الزكا رئيس عشرين محب الفلوس غني عينك على الفلوس دايما تقول هطلع نصف فلوس للمساكين مش بس كده وإن كنت واشيد بأحد أرد أربعة أطعاف إيه اللي عمل للتغيير ده محبة الله وجود ربنا تعامل مع ربنا يغير أنا وإنتو عندنا حاجات عايزة تتغير أنا وإنتو عندنا حاجات عايزة تتغير طباعة صعبة طباعة وحشة خطايا طب دي تتغير إزاي ابدأ بعشرة ربنا وصداقة ربنا ابدأ بعشرة ربنا وصداقة ربنا فاتغير زي ما غيرت يوحنة من ابن الرعد إلى الحبيب زي ما غيرت شاول الترسوس من قاتل إلى قلب مفتوح لخلاص الناس زي ما غيرت زكة من عشار أو رئيس عشرين غني محب للفلوس لمعطاء طيب القلب إنها عشرة المسيح وأقول لحضراتكم رسالة تانية من الموقف دو من تغيير ريوحنة من ابن الرعد إلى الحبيب رسالة تانية رسالة رجاء مهما كانت صعوبة حالتك مهما كانت خطورة خطيتك مهما كانت قدمها معاك مهما كان عندك مشاكل في شخصيتك خطايا في حياتك ثق وخلي عندك رجاء إن الله قادر أن يغير حتى لو كان إلى النقيد ربنا حول يحنة من ابن الرعد إلى الحبيب ربنا غير يحنة من ابن الرعد إلى الحبيب وزي ما حكينا قبل كده وغير موسى الإنسان الغضوب إلى التعبير اللي قالوا عنه في سفر العدد في صحاح 12 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض رغم أن موسى كان غضوب جدا وغضبه قتل وغضبه كسر له حين الشريعة لكن ربنا قال عنه كده وشهد له في سفر العدد أنه كان رحوما أو كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض يبقى قرب من ربنا هيعمل فيه اللي حصل في يوحنى الحبيب أنه يحاوله من ابن الراد إلى الحبيب وفي قصة مشهورة بقى عن يوحنى خلينا نقولها كده عن القلب المفتوح لكل بالحب لكل وعن اهتمامه بخلاص النفوس أقول لكم كده الإنسان اللي قرب من ربنا عايز الناس كلها تخش السماء آه تلاقي كده عنده اشتياق أن الناس كلها تخش السماء قصة مشهورة عن يوحنى الحبيب بس نرجحها مع بعض أنها بتفرق قوي يوحنى في خدمته كده في يوم من الأيام التقى مع واحد من الشباب هذا الشاب كان بعيد جدا عن ربنا كان واقع في خطايا كتيرة جدا تقابل مع يوحنى الحبيب يوحنى اهتم بي ورعاه وفي رعايته لي آمن بالمسيح وقدم توبة في منتهى الجمال وابتدى يعيش حياة توبة ونقاوة حلوة قوي قوي فرح بيه قديس يوحنى بس قديس يوحنى زي ما حضر لكم عارفين كان بيتحرك ما بين كنايس أسيا الصغرى بيسافر كتير فرح ناده أسقف المدينة اللي هو موجود فيها وقال له من فضلك اهتم بهذا الشاب فعلا سلم الشاب لهذا الأسقف وقال له ده تحت رعيتك وتحت مسئوليتك وسافر يوحنى الحبيب في سفرياته أضف الصفر بتاعه طويل وبعد فترة من الزمن رجع مرة تانية للمدينة دي أول من رجع للمدينة كده كان اللي شغله أنه يسأل عن ابنه اللي جابه للإيمان واللي حطه أمهنة عند الأسقف فسأل أخبار فلان إيه فالأسقف قال له قد مات قال له يعني إيه قد مات قال له يعني رجع للخطيئة مرة تانية للأسف مش بس رجع للخطيئة مرة تانية مش بس بعد عن ربنا ده رافض ربنا مش بس رافض ربنا ده صار زعيم عصابة زعيم عصابة اللي هو بقى قطع طريقه زعيم عصابة كان في الوقت ده يوحن الحبيب في شيخوخته الكبيرة في سن كبير يعني فيوحن الحبيب قال له فين مكانه فين المركز اللي قاعد فيه هو والعصابة بتاعته قال له ده برى المدينة وفي حتة عند جبل متطرف حتة كلها صحرة وحتة كلها صعبة قوي حن الحبيب قصر ان هو ياخد العنوان وطلب ان هم يجهزونه دبة كده توصل للمكان دوت فعلا نوصل للمكان دوت واخد الدبة بتاعته قاعد يلف بيها لغاية ما العصابة بتاعت هذا الشاب خرجت وقيدوه ابضوا عليه وطلعوا بيه على الزعيم بتاعهم انا عايز حضراتكم تتخيلوا معايا شيخ عجوز كبير في السن مقيد مش قادر يتحرك يتحرك بصعوبة جدا ومقيد مسكينه عصابة شديدة جدا وصلوا قدام الزعيم بتاعهم وصلوا قدام الزعيم بتاعهم زعيم بتاعهم ده تلميذ يحنى الحبيب السابق اول ما شافه عارفه ده يحنى الحبيب ابوي يحنى لما قرب منه الشيخ العجوز عارفه فابتدى يقوله يا ابني ارحم شيخو ختي يا ابني توب وارجع فالعصابة لقوا حاجة عجيبة بتحصل ايه اللي حصل اللي حصل ان الشاب زعيم العصابة بتاعهم ده بتدى يجري بيجري هربان من يحنى الحبيب ويحنى الحبيب الشيخ العجوز اللي بتحرج بمنتهى الصعوبة ابتدى يجري وهو هو التاني ورا زعيم العصابة ورا الشاب اللي كان تلميذ يحنى الحبيب فبقى المنظر ان الرئيس العصابة هو اللي بيجري ويحنى الحبيب هو اللي بيطرده والعصابة فيه نتفرجه مزهولين من اللي بيحصل حنى بطلع يجري ورا الراجل لانه كبير في السن مش قادر يجري وكل خطوة يخطوها يقع وراها ويصرق للشاب ويقول له ارحم شيخوختي ربنا بيحبك باب التوبة مفتوح هذه المحبة الصادقة حركت قلب هذا الشاب لدرجة انه ماكملش جري وقف ورجع بدموع لقديس يحنى سجد قدام عامل مطانيا قدامه وطلب التوبة فعلا يقدم توبة مش بس قدم توبة لا الحاجة المفرحة والحياة الجميلة انه خلى كل اعوانه او كل او كل العصابة اللي معاها ديت ترجع وتقدم توبة ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق ربنا فزي ما بقول لحضراتكم كده يحنى تميز بالقلب المفتوح ومحبة خلاص لاخرين يبقى قربهم ان ربنا عمل حاجتين مهمين خلى قلبه مفتوح جدا خلى خلى مهتم بخلاص الاخرين اقول لحضراتكم نقطة كمان في دقيقة سريعة خلالاتكم عارفينها كويس قوي انه تعرض لقلام شديدة جدا لكن نتيجة قربه ربنا ربنا يعزي ولاده ويشعر بتعزية ربنا وبعمل ربنا ناس اللي قريبة من ربنا فربنا يلاقي يحنى مضطهض بعيد عن كنيسته نفسه مشتاء للكنيسة والمسبح يقول كده كنت في الروح في يوم الرب عمال بفكر في الكنيسة وفي يوم الرب ويوم الحد والكنيسة المفتوحة يقول كده ويلاقي السماء تفتحت ويفتح له ربنا السفر الرؤية يعلن له اعلانات في منتهى الجمال تدرسوها حضراتكم في سفر الرؤية ونقول كده ان سفر الرؤية وجد من اجل واحد تعزية يحنى اتنين تشوئنا للسماء نمرة ثلاثة تحفزنا على التوبة هو اطلعوا منه مواعيد هو عشان كده تعزية يحنى تحمسنا للسماء تحمسنا للتوبة وفعلا يتعزى يحنى جدا بهذه الرؤية رؤية ربنا ورؤية مجد ربنا ورؤية السماء خلنا الحبيب تلميذ المسيح امين تلميذ الذي كان يسوع يحبه التلميذ اللي قال الذي عن المسيح الذي سمعناه رأيناه بعيوننا شاهدناه ولمسته ايدينا هو الانسان اللي تحول الى من بوانارجس الى الحبيب الانسان اللي عايز خلاص الناس الانسان اللي ربنا بيعزيه في دقته استاذا حضراتكم نخرج لفاصل قصير نرجع نتقابل مرة تانية مع اسألة حضراتكم اللي بتبعته لنا على تليفونات البرنامج وعنوان البرنامج فاصل قصير ونرجع نتقابل مرة تانية ليل العشاء سره ليل العشاء سره اخذ خبزا وكسر وقال هذا كسدي وقال هذا كسدي ليلة أخذ لنا بسمك اشتركوا في القناة وضميت الجروح عابره يفوح في هيكل الرقيق في هيكل الرقيق ساد عشاء العريس قدمة للعروس ونعد بالفردوس لحافظ العدي لحافظ العدي لولانا أسقال من خمرات الحب فدانا أحيانا ياسو حبيب قلبي 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 بنا ادالوا انه يتغير من بوانارجس من ابن الرعد الى الحبيب وقلبه يبقى مفتوح ادالوا انه بعايز خلاص الناس ادالوا انه هو يتعزى في الديئة بتاعته نحاول نجاوب على مجموعة من الأسئلة بتاعت حضراتكم على حسب ما وقتنا هيسمح سؤال الاولاني بيقول يحنى الحبيب عندما وصل للقبر ده يوم الايامة يعني هو ما دخلش القبر احتراما لمعلمنا بوتروس لكن هناك لحد ان المسيح لكنه امن ان السيد المسيح امن لموت طبعا كان عنده ايمان ببعود ربنا اقول لحضراتكم كده تلميذ مروا بمرحلتين المرحلة الاولى من يوم الجمعة من ساعة ما رجعوا من صليب المسيح لغاية حد الايامة كانوا القانين يقول كده التلميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود وعندهم قلق وخوف شديد جدا من اللي بيحصل ومن المستقبل وهل وعد المسيح انه يصلب ويقوم في اليوم الثالث هيتحقق ولا لا خالوا بالكم ان المسيح ثلاث مرات يشاول التلميذه على الصليب والايامة لكن لما جاء الايامة امنه طبعا يبقى ترسوا يحنى من الناس اللي امنت بسرعة بايامة ربنا يسوع المسيح السؤال التاني ازاي نتخلص من المشاكل ونتعامل مع الاخرين حقيقة السؤال ده سؤال مهم جدا نقسمه جزئين ازاي نتخلص من المشاكل الحقيقة انا انا خايف من الاجابة اللي هقولها بس استحملوني فيها الحقيقة المشاكل لن تنتغي اه اه مشاكل لن تنتغي مش هنقدر نتخلص من المشاكل ان احنا نوقف المشاكل لكن ربنا ادينا حاجتي مهمين قوي ادينا بقربنا من ربنا ان يحصل حاجة من اتنين يعني نحل المشكلة يعني نبقى اقوى من المشكلة تاني ربنا قالنا كده بمنتهى الوضوح في العالم سيكون لكم ضيق في مشاكل لكن ثقوا انا قد غلبت العالم يعني ربنا بيعمل ايه يخلينا نغلب المشكلة نغلب المشكلة ازاي بحل من اتنين يعني يحللنا المشكلة يعني يخلينا اقوى من المشكلة يحللنا المشكلة يعني اللي احنا عايزينه يحصل العيان يخف اللي عنده مشكلة تتحل او يخليني اقوى من المشكلة زي ما عمل مع معلمنا بولس كده قال له كده معلمنا بولس انا عيان وتعبان قال له تفضل عيان وتعبان لكن تكفيك نعمتي لان قواتي في الضعف تكمل فانا هكملك بنعمتي وخليك اقوى من المرض طيب يبدأ ازاي نتخلص من المشاكل بقربنا من ربنا يا جماعة حط المشكلة ما بين ايدين المسيح افتكروا دايما المنظر اللي حصل في سفر اشعية الرائع اللي عمله حزقية الملك لما جيش سنحريب خاصر ارشاليم وكان جيش قوي جدا وحزقية ما قدموش حل عمل ايه حط المشكلة ما بين ايدين ربنا قال له يا رب تصرف انت فربنا تصرف وبعت ملاك واحد قتل منه 85 الف من جيش سنحريب نعمل زي ما عمل يهو شفاط لما تحارب من ثلاث جيوش قال له يا رب احنا مش عارف اعمل ايه قدام هذا الجيش العظيم اللي قاتي علينا ليس اللي انا فيه ليس فينا قوة طب هتعمل ايه ولكن نحوك اعيننا ارفع عينك على ربنا من فضلك ومن فضلك ايه هو تحلوا مشاكلكو بقدراتكو الشخصية لكن خلوا المشاكل تتحل بقدرة ربنا تتحل ازاي ان انا حولها على حساب ربنا وهنا اقول لحضراتكو حاجة ازبوروا على ربنا بغاية ما يحل المشكلة او يقويكوا على المشكلة لان واحدة من مشاكلنا مع ربنا ان احنا مستعجلين وبقية السؤال كيف نتعامل مع الاخرين حقيقة اقول لحضراتكو كده ازاي نتعامل مع الاخرين ربنا يسوع المسيح لكل مجد قالها منتهى الوضوح تحب قريبك كنفسك عايز تتعامل مع الاخرين ازاي اقول لحضراتكو قاعدة ذهبية صعبة جدا في التطبيق لكنها تخلي كل معاملاتك مع الاخرين نجحة ومقبولة قدام ربنا هنعمل ايه هنحط نفسنا مكان الاخر هنحط نفسنا مكان الاخر ومطر تراضيه لنفسك فعله مع الاخر اللي ترضى لنفسك اعمله مع اللي قدمك ولما ترضاهوش لنفسك ايه واتعمله مع احد تاني اللي ترضى لنفسك اعمله مع الناس ولما ترضاهوش لنفسك ايه واتعمله مع احد وقاعدة تحب قريبك كنفسك تحب قريبك كنفسك سؤال لذيذ كده يقول انا مش عارفة صلي عشان انا مش متعلمة الحقيقة السؤال دوت جميل جدا اقول لصاحبة السؤال الصلاة لا تحتاج الى تعليم تحتاج تحتاج ان انا ارفع قلبي لربنا ان انا اتكلم مع ربنا بمنتهى البساطة ان انا اتكلم مع ربنا بالمشاعر اللي جوايا ودي تبقى بداية الصلاة بتاعتي جايز مش عارفة احفظ اه مش عارفة ارا اسف لكن ممكن ابتدي احاول اخد تدريب حفظ اخد تدريب حفظ وانا هقول حاجة لصاحبة السؤال المهم قوي ثقي ان ربنا بيبص نمرة واحد لقلبك نمرة اتنين لامكانياتك حسب امكانياتك ربنا هيقيم لانت بتديه تكري كده ان ربنا انبسط قوي من الست اللي حطت فلسين محطتش لا دهب ولا فضل دي حطت فلسين والقعطت اكثر من جماعهم لانها اعطت من اعواسها قدت اللي تملكه تملكه ايه تعرفي تقولي ايه الربنا اللي تعرفي تقوليه الربنا قوليه وربنا هيفرح بيه اللي تعرفي تقوليه الربنا قوليه وربنا هيفرح بيه ده نمرة واحد نمرة اتنين وارد ان احاول حتى لو ببط ان انا بتدي احفظ شوية حاجات اقولها في الصلاة شوية مزامير أو حاجات بسيطة كده زي صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح حمني أنا الخاطئ شوية الحاجات دي ممكن أحفاظها وأقولها ثالث حاجة طلبة قوليها الربنا وهتبقى مقبولة وتفرح قلبه ربنا وتلاميذ المسيح قالوها للمسيح قالوله كده علمنا أن نصلي قوليه يا رب علمني نصلي علمني أصلي والطلبة دي هتفرح قلبه ربنا قوي بس النقطة الأولى هارجع أقولها لحضرتك تاني صلي باللي في قلبك إيه هو يتخلي عدم التعليم عائق بينك وبين ربنا ربنا يفرح بي الصلاة البسيطة معنا اتصال من أستر نقابل الآن دي قصابونا أهلا بيكي إيه طيب يا أبي معلش يا أبي كان فيه كده خلاف كبير كان بيني وبين أختي يعني على حاجات تخص بماما أني ماما كانت مفروض تدخل ده المسنين وأنا كنت أقفص الموضوع ده مش عايزة أدخلها خالص ومارينا بظروف صعبة أوي المهم طلعتها وانا احتوال لمسؤوليتها وفعلا طلعت ومحاليا لها السنتين تواجعت أوي في أمور صعبة كتيرة أوي 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 بس طبعا أنا يعني خادمة على قدي فكنت حزينة أوي أننا يعني أخدم وقت ناول وكده وفيه الخلاف ده بيني وبين أختي فكنت بصلي لربنا بالدموع أن أنا يشير القصة دي من قلبي يعني فيه هو فعلا إن شاء الله بس أنا مش قادر أرجع على علاقة قوية لبين أنا لما بشوفها حاليا بسلم عليها آه لكن التليفونات والزيارات دي مش قادر عليها فهل ده يتحسب لي قطية يا أبي ولا يعني كده معبولة عند ربنا طبعا هو كان فيه تجاوزات كتيرة أوي في الموضوع يعني وكل العيلة كانوا عابدين براسرفها وسيطرتها على أماما وإصارها أنها تكمل في ضر المسلمين وفجرنا أنها كانت عاملة توكيل من ورانا بلتراشر سنة بحيث أن كل فلوس أماما كل الأمور دي ما تهمنيش بخالص بس تواجعنا في حاجات كتيرة طيب هقولك أول حاجة عشان تقدري يعني حلوة أن أنت تسمحيها كخطوة أولى وعشان تسمحي وتكمل القصة من فضلك بطلي تفكري في اللفات نحاول بقدر الإمكان ننسى اللي حصل ونبطل تفكير في اللفات لأن اللي عقاتي تفكري في اللفات الحقيقة الشيطان هيعمل معاك لعبة لزيزة قوي يكبر لك الأحداث ويقولك كان حقتك وكان حقتها وكنت عملتي وكانت عملت ده تذكر الشر الملبس الموت من فضلك ما تفكريش في اللفات تاني حاجة صلي لربنا وقولي له يا رب اديني من جوه أن أنا بقى صفية ناحيتها دي الطلبة الأولى الطلبة الثانية وقولي له يا رب لو قمتي كده وسع قلبي أكتر أن أنا أتعامل معها أكتر وأكتر بس المهم من جواكي اوعي تبقي شايلة منها من جواكي اوعي تبقي شايلة منها وصللها لما تصللها وتقولي له يا رب خلي بالك منها يا رب أحفظها في اسمك كل دوت هيديكي محبة ناحيتها ويهدي الأمور بالوقت طبعا بنحترم الوقت ده محتاج جهاد شهوره قد يكون سنين وهنا متابعتك مع أب اعترافك لازمة ناخد سؤال كمان سؤال ما الفرق بين الطموح وعدم الرضا والتزمر الطموح هو عمل مشروع أنا عايزة بقى أحسن والمسيح الحقيقي كان عنده طموح لكل البشرية قال كده في محنى عشر عشر قتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل أفضل ده يعني ايه؟ يعني ربنا طموح وربنا ادينا كل شيء بغنى للتمتع ده شكل من أشكال طموح ربنا ليس ضد الطموح ولكن مع طموح خلي بالك من الآتي اوعى ربنا يخرج من ترتيب أولوياتك الطموح عدوه الأساسي أو مشكلته الأساسية إن احنا بنخرج ربنا من أولوياتنا اوعى في طموحنا ندوس على ربنا اوعى في طموحنا ندوس على الآخرين تاني في طموحنا اوعى ندوس على ربنا اوعى ندوس على الآخرين دي نقطة نقطة تانية مع الطموح اشكر ربنا على كل شيء بيبعثه لك على كل نجاح وعلى كل عدم نجاح تاني اشكر ربنا على كل نجاح وعلى كل عدم نجاح ايوة اشكر ربنا وعلى قد ما بشكر ربنا بيبقى جوايا حاجة اسمها احساس بالرضا الرضا يعني ايه انا اشكرك رب انت بعطيلي الحاجة الحلوة المناسبة طب انا نفسي في احسن مش غلط نفسي في احسن مش غلط ولكن على حساب ايه ربنا والاخر لا ما ينفعش على حساب ان انا هتزمر ومش راضي لا غلط هنا الشكر مفيد جدا 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 من فضلك حافظ على تموحك ولكن رتب اولوياتك صح ربنا على قمة الاولويات اوعدوص على ربنا اوعدوص على الاخرين الشكر يدخل الرضا ويطرد التزمر لان التزمر يضيع اللي بتجمعه تزمر يضيع اللي بيجمعه ربنا حافظ عليكم للأسف احنا وقتنا انتهى نعتذر لأصحاب الأسئلة اللي منحقناش نجاوب عليها وفي نفس الوقت افكر حضراتك كده ان احنا نتكلمنا النهاردة عن يحنى الحبيب من جيلي التلميذ الذي كان يسوع يحبه التلميذ اللي قال عن المسيح الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا شاهدناه لمسته ايدينا يلا نصاحب على ربنا يلا نحب ربنا زي يحنى عشان نتمتع به ما تمتع به يحنى لإلهنا كل مجد وكرمه من الآن والأبد أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر